متابعة لهذا الموضوع نرحب معنا من بغداد بالخبير الاقتصادي دكتور صفوان قصاي أهلا نسام بك معنا دكتور صفوان يعني تبعنا جملة من ردود فعل العراقيين وآرائهم جلهم يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف خلف هذه الأزمة. هل تتفق معهم؟ طبعا من الواضح أن قطاع الطاقة في العراق الكهربائية تعرض إلى الحصار منذ سنة 1991. مما أدى إلى تراجع إمكانية الحكومات المتعاقبة على أصلاح هذه المنظومة وزيادة قدرة العراق على الإنتاج مع نمو عدد السكان وزيادة الاحتياجات على مستوى الاستهلاك المحلي إلى أكثر من 35 ألف ميجا. حاليا حجم الإنتاج يقترب من 23 ألف ميجا. فهناك عجز الحكومات السابقة دخلت في موضوع تنمية قدرتها على الإنتاج والصيانة لكنها لم تتعامل بعقود ثقيلة. حاليا حكومة السوداني شرعت بالتعاقد مع سيلكت سيمينز وجينيرال أليكتريك وموضوع الربط الخليجي والربط مع المملكة الأردنية وبالتالي إمكانية استثمار الطاقة الفائضة لدى قارة أفريقيا لدى المملكة الأردنية. أيضا موضوع الربط مع تركيا. فهناك عقود حاليا يتم تنفيذها. لكن الموضوع الحالي نحن بحاجة حاليا إلى استيراد الغازي الإيراني والكهرباء من إيران. وهناك مشاكل يعلن بين عملية تسوية المستحقات المالية باتجاه إيران. خاصة أن الفدرالي الأمريكي يشترط على تحرير جزء من هذه الأموال باتجاه شراء الحاجات الإنسانية وفقط. حاليا من الممكن أن تدخل الحكومة العراقية بمفاوضات للحصول على استثناءات خلال فصل الصيف بتوسيع دائرة استخدام هذه الحسابة لصالح شراء قطاع غيار أو غيرها. دكتور صفوان حملت الولايات المتحدة مسؤولية تردي خدمات الكهرباء في البلاد. لكن ألا يبدو أنها تتعاون مع الجانب الإيراني الذي يتحمل هو أيضا مسؤولية التقاعص في إمدادات الغاز المتعاقد عليها مع الجانب العراقي. واضح. حاليا نحن بحاجة إلى استقلال من الطاقة في العراق وتنويع مصادر الحصول على الطاقة. لدينا اليوم تم إبرام عقد مع شركة توتال. الاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الكهرباء العراقية. فالحكومات المتعاقبة الحقيقة تنوي أن يكون هناك في بلد مثل العراق يمتلك كل مقاومات أن يستقل ويصدر الطاقة خاصة على مستوى النفط والغاز. لكن هذا الملف كان بحاجة إلى عقلية ستراتيجية. تتعامل ليس مع الأحداث الطارئة. لدينا معدل نمو في السكان يزداد مع مرور الوقت. لدينا توسعة باستخدام الطاقة الكهربائية. وعدم ترشيد وعدم حرص الحكومات المتعاقبة على موضوع الجباية. من أجل أن نرشد الاستهلاك ونوجه الاستهلاك. فالموضوع بالتأكيد في هذه المرحلة يحتاج إلى إعادة نظر في كل القطاعات التي تستخدم الكهرباء وآلية ممارسة النشاط بتكاليف مخفضة. خاصة أن العراق ينوي أن يكون هناك نهوض في القطاع الصناعي. ترجمة نانسي قنقر